موسيقى مساكم الله بالخير وياها لو سهل فيكم الله يحييكم من جديد في حلقة الراصد شخصيا اشتقت لكم كثير بعد التوقف طبعا مع إجازة عيد الأضحى المبارك أكيد أنه يعني الدعوات بأن يتقبل الله منكم دائما وأبدا صالح الأعمال اليوم معنا العديد من الموضوعات المهمة في حلقة الليلة مواضيع متعددة ومتنوعة الله يعطي الشباب في الإعداد ألف عافية على هذه الموضوعات دائما نذكركم بأهمية تواصلكم الدائم معنا عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة للتأكيد أنه اهتماماتكم همومكم مشكلاتكم الطاولة الأنسب لها طاولة الراصد والبداية لأهم العنوين موسيقى من جديد السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الأزمات المستمرة موسيقى واختفاء الطفل المولود في مستشفى ولادة بريدة والنيابة العامة تحقق وتصدر بيانا موسيقى أيضا تشاهدون الليلة معنا في الراصد الشقق المفروشة سعر الخمس انجوم بنجمة محليا موسيقى ووزير العمل يكرم عبدالإله الخضير نتاج ترقيته وأبداعه اليوم حكاية خفية عن المحاسب السعودي العصامي موسيقى 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 يا أهلا وسهلا مباشرة لأولى الموضوعات في حلقة الليلة يعني الحديث عن السفر إلى تركيا مواقع التواصل الاجتماعي فيها العديد من المقاطع صور الأخبار أيضا العديد من الشكاوة حول بعض الحوادث التي تعرض لها تحديدا المواطنون السعوديون وأيضا الخليجيون الحديث عن التعرض من الاعتداءات سواء اللفظية أو حتى الجسدية التعرض بالاعتداءات لدافع الصرقة شفنا اكتظاف بمثل هذه الحوادث خلال الأيام الماضية خصوصا مع وجود بعض السياح هناك جاءت مع ذلك التحذيرات من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا بأخذ الحيطة والحذر أيضا بحمل بعض البطاقات لأنه صار حتى هناك توقيف للمواطنين والسعوديين وهذا أمر عظيم وجيد من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا لأنه واجبها الأساس هي حماية المواطنين والسعوديين للأسف أنه تعرض مواطنان لاعتداء مسلح في تركيا نتج منه إصابة أحدهما بطلق الناري وصرقت أمتعتهم الشخصية وذلك أثناء وجودهما في إحدى الكافيهات بمنطقة ششلي في اسطنبول مقابل ذلك دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة اسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر كما نصحت عبر بيان لها تضمن نشر هذه الواقعة بعدم ارتياد منطقتين تقسيم وششلي بعد غروب الشمس للحديث عن هذا الموضوع عن هذه التحذيرات عن الحوادث التي جرت في تركيا بالنسبة للسياح السعوديين عن هذه الحادثة بكل تأكيد البشعة نتحدث عن إطلاق طبعا الاعتداء المسلح بكل تأكيد من خلال إطلاق النار على سائحان سعوديين بغرض الصرقة وصرقة الأمتعة خصوصا أننا نتكلم في منطقة سياحية في تركيا المفترض أن تكون الأكثر حماية وأن يكون بها أمان للحديث بشكل أوسع ينظم إلينا هنا في الستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة شاقرة دكتور منيف الملافخ دكتور منيف فاسك الله بالرضا يا أهلا وسهلا بك معنا في الراصد ساك الله بالخير وشكرا لك الحقيقة على الاستضافة الله يحييك دكتور نحن تحدثنا في وقت سابق عن التحذيرات المستمرة من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا للمواطنين السعوديين خصوصا الذهبين لغرض السياحة من الاعتداءات أيضا من الحوادث التي قد تجري في تركيا اليوم أيضا يطلعنا هذا الخبر المؤسف بتعرض سائحين السعوديين لإطلاق ناري بغرض الصرقة الحديث تحديدا أن هذا الاعتداء في منطقة سياحية أيضا تحذير من منطقته تقسيم وششلي وعدم الذهاب لهم بعد غروب الشمس الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أن موضوع اطلاق النار على مواطنين سعوديين سواح في تركيا وإن كان جديدا في نوعيته إلا أنه متجدد في قضايا الأحداث التي تواجه السواح السعوديين في تركيا من عمليات النصب والاحتيال والمشاكل الحقيقة التي تواجه هذا السائح الخليجي والسعودي تحديدا هي مشاكل متكررة ودائمة الحدوث وتعرض كثير من المواطنين حقيقة إلى أعمال نصب وأعمال احتيال وابتزاز وأمور تعد نوعا من عنواع الجرائم في كل القوانين حقيقة والسفارة السعودية دائما الحقيقة عندما تصدر مثل هذه التصريحات فهي تبني هذه التصريحات بناء على ملاحظتها لما يتم وبناء على الشكاوى التي تقدم إليها من قبل المواطنين السعوديين الذين ذهبوا إلى تركيا بقضاء أوقات السياحة والسفر ودعني أستاذ عبدالإله أوضح نقطة معينة بأن تركيا أساسا من الدول التي تكثر فيها إصابات المافيا وتنتشر فيها الجريمة بمؤدلات مرتفعة خصوصا في السنوات الأخيرة وبالتالي لا غرابة في أن يتعرض المواطن السعودي وهو دائما محط الأنظار حقيقة إلى مثل هذه المضايقات ومثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف ماله وتستهدف مقتنياته وتستهدف حقيقة طبيعة السايح السعودي ورغبة في قضاء الإجازة في تركيا لو نظرت إلى الإحصائيات في السنوات الأخيرة لوجدت أن معدلات الجريمة ارتفعت في تركيا ولعل موقع تركيا الجغرافي ساهم في هذه العملية بطريقة أو بأخرى تركيا تقع بين آسيا وبين أوروبا وبالتالي هي معبر ومرور لهذه العصابات ولتجار المخدرات ولأعمال الإبتزاز وأيضا أضف إلى ذلك وجود الحقيقة اللاجئين ووجود مختلف الأصناف من البشر في المدن التركية وخاصة إسطنبول وهي المقصد الرئيسي للسواحل السعوديين السفر وثقافة السفر للأسف أنه كثيرا مننا يجهل ثقافة السفر ويبحث فقط عن الجو برودة الطقس وتكاليف المعيشة وربما توفر الخدمات لكن ينسى عاملا رئيسيا مهما وهو عامل الأمن يعني عندما تخطط للسفر فيجأ أول أمر يجب أن تأخذ احتياطك فيه هو عامل الأمن توفر الأمن في البلد التي أنت مسافر لها لقضاء إجازتك مع أولادك ومع أسرتك الإحصائيات موجودة على مواقع التواصل على مواقع الإنترنت لدى السفارة السعودية إحصائيات يستطيع السائح أن يزور السفارة ويعرف الأماكن التي تنتشر فيها الجريمة أو معدلات الأمن فيها منخفضة وبالتالي يتجنبها نحن فقط كسواح وسعوديين للأسف نفكر فقط في الجو ونفكر في رخص تكاليف المعيشة وننسى عامل الأمن وهو عامل مهم تحديدا عند هذه النقطة دكتور تحدثت عن الأماكن التي يجب أن تجنبها المشكلة أنه تحديدا التحذير في أهم منطقتين بالنسبة للسواح إذا كانت هذه المناطق هي الأكثر خطورة وبالتالي هي الأكثر استهدافة بالنسبة لسواح في إسطنبول تحديدا لكن خلينا نروح شوي فيما يتعلق بالاعتبارات اللي يجب على السائح أنه يحطها قبل ما يسافر أنت ذكرت جيد أمر الجو حتى يمكن تكاليف السفر هناك دول أرخص و هناك دول أيضا في الطبيعة أجمل لكن الحديث يقول لك أنه القوة الناعة ما يمكن المسلسلات في وقت سابق التركية أو غيرها الصورة الغير واقعية لما يتعلق بالسياحة أو ما يوجد داخل الدولة من خلال صناعة هذه الحياة الجميلة بالتالي يصدمون السواح أو السياح السعوديين من خلال الممارسات أو حتى من خلال سوء التعامل دكتور أهمية التفريق بينهما و أهمية البحث عن الواقع فيما يتعلق بالمحاذير الأمنية بالنسبة لقصد السفر لأي دولة كانت وحنا الحديث اليوم عن عدد من الاعتداءات في تركيا تحديدا ولذلك نحن ركزنا في بداية الحديث على موضوع البحث عن البلد الآمن التي تستطيع أن تقضي إجازتك فيها بعيدا عن الأخطار التي ممكن أن تواجهك يعني بنظرة بسيطة لو كل شخص أراد أن يقضي إجازة في تركيا أو في غير تركيا كلف نفسه بالبحث عن المعلومة من خلال الدخول إلى شبكة الإنترنت ومعرفة تفاصيل السياحة ومعرفة الأماكن ومعرفة نسبة الجريمة في هذه الدولة لخرج بمحصلة يستطيع من خلالها بناء قرار سليم يجنبها لابتعاد عن هذه المشاكل يعني أولا هي مسؤولية ذاتية بالتأكيد وليست مسؤولية السفارة السعودية في أي بلد من بلدان العالم لن تسخر أفراد يتبعون هذا السائح ويتولون حمايته في أي مكان هذه مسؤولية المواطن يجب أن يبحث ويتأكد بأن هذه الدولة ويلجأ إلى سفارة بلده بأن هذه الدولة هي دولة آمنة وتقل فيها نسبة الجريمة قبل أن يبحث عن عملية الطقس وعملية التكاليف وكل هذه الأمور ما الفائدة أن تكون حياتك مهددة وأنت تعيش في بلد حتى لو كانت تكاليفها منخفضة بالرغم أن تركيا ليست بهذا الرخص في الأسعار الفارق الذي يجعل الشخص يقول بأن تركيا الحياة فيها زهيدة وبالتالي لن أصرف فيها شيئا بالأكس هي مثلها مثل بقية الدول الأخرى وهناك فارق بسيط بينها وبين الدول الأوروبية لكن قس على ذلك موضوع الأمن وهو موضوع مهم الإشكالية الحقيقة أنه كما تفضلت في عملية أن الدولة أحيانا أي دولة سياحية تريد أن تستقطب الزوار لها والسواحة تلجأ إلى الوسائل الإعلامية لإعطاء انطباع معين لكن الحقيقة يجب أحيانا أن لا تأخذها من الإعلام لأن الإعلام أحيانا قد لا يعطيك الحقيقة إذا كان إعلاما موجها كالإعلام التركي يريد أن يجذب خصوصا بعد أن عانى لإقتصاد التركي من بعض الهزات وبعض الانخفاضات وبالتالي يريد السائح الخليجي ويركز عليه بالدرجة الأولى لأنه السائح الذي يستطيع أن يصرف أكثر مقارنة بالسواحة الآخرين قضية الحقيقة نعود إلى قضية إطلاق النار على السواحة السعوديين هي الحقيقة السائح مستهدف في بلد مثل تركيا وقلنا قبل قبل شوي بأنه تركيا بلد في تاريخها معروف أنها بلد تكثر فيها العصابات البانفيا معبر لتجارة المخدرات بين آسيا وبين أوروبا وهذه حقيقة موجودة ومعلومات وإحصائيات موجودة متوفرة عبر شبكات الإنترنت فلماذا أذهب إلى دولة وأنا أعرف بأن تاريخ هذه الدولة فيها من المشاكل الأمنية ما يغني أو يولد لدي القناعة بأنه لا داعي للسفر لهذه الدولة ولذلك دائما الثقافة السياحة وعيد وأكرر بأن ثقافة السياحة مفقودة لدى غالبية السواح السعوديين فالسفارة السعودية عندما تحذر فهي لا تبني هذا التحذير بناء على منطلقات من الأهواء الشخصية بقدر ما هي حقائق وتوقعات ورصد للجرائم التي تحدث وللأسف بأن هذه الجريمة وقعت في وضح النهار وفي مقهى وفي تجمع للسواح إذا كان ميدان تقسيم أو ششلي هو المكان الذي يجتمع في السواح وبالتالي على الحكومة التركية أن توفر الأمن في هذا المكان وتحدث هذه الجريمة فمعناته أن هناك خلل معين في النواحي الأمنية إذن هي ليست حادثة عارضة ليست حادثة عارضة وفي اعتقادي بأنها وأولا هو مستهدف فيها السائح السعودي بلا شك الأمر الآخر هو ضعف الأمن في هذه المناطق السياحية بمعنى أن ما نشاهده ونسمعه من بعض الروايات بأنها لا تمثل الحقيقة وإلا منطقة سياحية تكتب بالسواح من جميع أنحاء العالم وتحدث فيها الجريمة في وضح النهار هذا يدل على أن هناك ضعف في الترتيبات الأمنية وفي أخذ الاحتياطات الأمنية لحماية السواح فلماذا الإنسان يقحم نفسه ويذهب إلى مكان من الخطر وهو يستطيع أن يجد البديل الآخر هذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن يسأله كل سائح سعودي أو خليجي يريد أن يذهب لقضاء إجازته لأن المشكلة في الحوادث المتكررة دكتور نحن نعرف أن في موسم سفر وأيضا إجازة صيفية وفي الصيف الكثير من العوائل والأفراد السعوديين طبعا يغادرون إلى دول أوروبية ودول أسيوية وحتى دول عربية لكن ما نسمع بهذا الكام من الحوادث المتكررة وإحنا حتى هذه الحوادث لا نسمعها فقط في وسائل الإعلام دكتور يعني اليوم أنت لما تتكلم وتبحث في موقع التواصل الاجتماعي عن أي اعتداء في تركيا ستجده موثقا سواء من خلال مقاطع فيديو لاعتداءات على أفراد السعوديين لمحاولات نصب واحتيال أيضا لاعتداءات سواء لفظية أو حتى جسديا بشكل متكرر وشكل كبير لكن العودة للحديث لو نقول لك أحد ليش طيب ما يمنع السفر هذه ما هي مسؤولية طبعا حكومية هذه مسؤولية فردية صحيح في النهاية كل شخص أي مكان سيسافر أو أي منطقة سيذهب إليها يجب أن يكون مسؤولا عن قراره واختياره المسؤول أي على الحكومة أن يكون هناك مثل هذا النوع من التحذيرات مثل هذا النوع من الإشارات وأيضا تبليغ المواطنين بأخذ الحيطة وأيضا الحذر خصوصا فيما يتعلق بهذه المناطق لكن العودة للحديث أنه يجب على الجميع أن يكون لديهم مسؤولية شخصية خصوصا فيما يتعلق بالذهاب في السفر وأيضا ارتياد المناطق أنا أعتقد بأنه ليس من مسؤولية الدولة منع الأشخاص للسفر أو توجيه السائح لبلد المعين لأن هذه عبارة عن تفضيلات شخصية للسواح وبالتالي هذا قرار شخصي لكن يجب للقرار الشخصي أن يعرق يعني ليس من الحكمة أن تتخذ قرارا شخصيا بالسفر إلى دولة وأنت تعرف بأن هذه الدولة تتكرر فيها الجرائم ويستهدف فيها السائح السعودي وتضع تبعية ما يحصل على عاتق السفارة أو على عاتق الدولة أنها لم تحمل مواطن أو لم تقوم السفارة بواجبها ليس كمن يذهب للاستثمار ويقع ضحية نصب دون إعلام السفارة وإخبارها من بداية الأمر ويلجأ إلى السفارة ويقول أعيد إلي ما سرق إلي من المال أو عملية النصب الذي تعرضت له لماذا لم تذهب إلى سفارة بلدك عندما تريد الاستثمار أو تريد التوجه إلى مناطق سياحية معينة وتسأل والسفارة لديها من المستشارين ولديها من الخبراء ولديها من الموظفين الذين يتشرفون بخدمة المواطن السعودي ويقدمون لك المعلومات الحقيقية كمواطن وبالتالي يرجع القرار النهائي لك وتتحمل تبعاته قلت لك سيد الكريم بأن القضية قضية تفضيل شخصي وقضية قرار شخصي يتحمل الشخص تبعاته والسفارة السعودية ليست مسؤولة عن ما يحصل للسائح بعد أن يحصل له نعم يعني هي تقوم بالتحذير ومتابعة الواقع وتقديمه بالنسبة للسياح هي تقدم لك المعلومات نعم تقدم لك المعلومات ابحث عن المعلومة في السفارة وستجد من يساعدك في هذا العمل إنما أنت تغامر بحياتك وتغامر بسلامتك وسلامة أسرتك وتذهب إلى مناطق معينة فيها جريمة وفيها مشاكل وتكرت فيها المشاكل ومن ثم تطلب العون والمساعدة بعد أن تقع في المشكلة هنا أشكالية يا أخي القضية قضية ثقافة السفر نعم يجب أن تكون مكتملة الأركان يجب أن تبحث عن الدولة الآمنة اجتماعيا دكتور يعني يمكن قراءة هذه الاعتداءات نتاج ربما لبعض التحريض اللي يقوم به الإعلام التركي توجه المملكة العربية السعودية يعني نشوف هناك عدد من الأكاذيب سواء بالنسبة لكافة الآلات الإعلامية من ضمنها بعض وسائل الإعلام التركية فبالتالي خلق حالة من التحريض قد يكون نتاجها مثل هذه الاعتداءات أيضا يجب على المواطن السعودي أن يقرأ مثل هذه التفاصيل قبل أن يختار طبعا وجهته السياحية لأنه ذهب إلى استمتاع فبالتالي يبتعد عن أي معاكرات ومنها بكل تأكيد ما يحدث من قبل هذه الآلات الإعلامية هو ليس فقط التجيش الإعلامي ارجع إلى التاريخ نعم ارجع إلى التاريخ التاريخ لا يكذب الأتراك حقيقة والدولة العثمانية عندما احتلت الدول العربية ارجع إلى التاريخ والتاريخ شاهد في هذا الأمر يعني كان لهم ممارسات ضد سكان الجزيرة العربية بشكل عام ممارسات لا تليق حقيقة وهي موجودة في التاريخ فبالإضافة إلى هذا المخزون الاجتماعي القديم مع وجود التحريض الإعلامي عندما تجتمع هاتين المسألتين فلا تستغرب أن تحدث مثل هذه النظرة الدونية للعرب مثل هذا الاحتقار إلى حد ما مثل هذا التصرفات ربما لا نقول على مستوى الشعب بأكمله حتى لا نقول في بعض الحالات بيقول تأكيد دائما البعض وليس الكل شكرا جزيلا لك لحضورك أيضا لحديثك أستاذ العلوم السياسية في جامعة شقرة دكتور منيف الملافق شكرا دكتور شكرا جزيلا لك أيضا في خبر مهم أكد مصدر مسؤول أن نيابة العامة باشرة التحقيقات في حادثة اختفاء الطفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم وقال المصدر أنه تم تكليف فريق مختص من المحاققين بالشروع في إجراءات القضية والشخص إلى مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه وقالت مصادر عاجل أن الطفل اختطف عصر الجمعة من قسم خاص بحدثي الولادة وعلمت أيضا نفس المصادر أن مشكلة عائلية بين الأب والأم تقف وراء واقعة خطف الطفل مشيرة إلى أن الأب والأم منفصلان بالطلاق وأن هناك احتمالا بأن من قام بالاختطاف هو أحد أقارب الأب في تقرير الصحافي حول تفاوت الواقع أسعار الشقق المفروشة المتوفرة بمناطق المملكة بشكل معاكس لمتوسط دخل الأسر بعدد من المناطق والمدن حيث ساهمت وفرة العدد في مناطق الدخل الأعلى في التحكم بالسعر والذي تفاوت بين 1250 ريالا إلى 22000 ريال في الشهر الواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 6250 إلى 12000 ريال شهريا أيضا الدمام من 2000 ريال إلى 12000 تابوك 2300 إلى 10000 جدة من 2800 إلى 12000 أيضا بقية المدن في داخل المملكة العربية السعودية الحديث أن هذا تفاوت أيضا كان هناك قراءة لمتوسط الدخل بعض 11000 بعض 11000 و12000 وبالتالي هناك ارتفاع عن متوسط الأسعار بالنسبة لمتوسط الدخل أولا بسألك عن وجهة ناظرك حول الأرقام المذكورة وأيضا عن مستوى المقاربة مع متوسط الدخل بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن التقرير يعني فيه بعض الأخطاء أنا ليتحفظ عليه لأنه أولا هو يتكلم عن الوحدات السكنية المفروشة ونموهية للإسكان السياحي وهذه عادة لا تأخذ بالمتوسط بالشهر بالإجارة الشهري لأن معظم يعني الأسر تستجرها لعدة أيام أو يعني لا تتجاوز يعني في المتوسط لا تتجاوز أيام فقط فبالتالي إذا أردنا أن نصل إلى قيمة أو إلى نتيجة من هذه الدراسة يجب أن تكون حساب الإيجار اليومي وليس الإيجار الشهري لأنه من النادر أن يستأجر أحد لغرض السياحة مدة شهر من تواصلة يعني هذا أمر والأمر الثاني لا يمكن أخذ القيمة بالشهر لأنه هناك مواسم طبعا طول السنة في بعض الأشهر يكون فيها القيمة أو الإيجارية متدنية جدا فبالتالي يجب أن يؤخذ المتوسط اليومي ويؤخذ بعين الاعتبار المواسم الأخرى خلال السنة الأمر الثالث هو أنه إذا كان الهدف من هذا التقرير هو التسليط الضوء أو تسليط الضوء على أسعار الوحدات المفروشة السياحية وأنها أغلى من سعر إمكانيات المواطن فباعتقادي أنه الأرقام أو نتيجة الدراسة لا تعطينا أرقام صحيحة ولا تعطينا حتى حالة صحيحة ممكن أن نأخذها كمشكلة يمكن حلها طيب هذا التقرير هو من نتاج الزملاء دائما المبدعين في صحيفة الوطن حول أسعار الشقق المفروشة خليني أنا أقشك بوجهة ناظرة كانت تنظر أنه جميع الشقق المفروشة هي لأغراض سياحية لأشتقفت أنها تكون لأغراض سكنية موجودة أنها موجودة خارجيا طبعا قليلة جدا لا أظن أنها وصلت مرحلة تكون ظاهرة أو تكون جزء من حياة المواطنين بشكل كبير جدا غالبية المواطنين الذين يسكنون في شقق يسكنون في شقق الإجار السنوي وليس الإجار الشقق المفروشة الشهرية ولو كان هناك حالات نادرة نتكلم على سواد الأعظم وبالتالي نأخذ المتوسط فباعتقادي أنه اليوم الشقق المفروشة بحكم خبرتنا في القطاع العقاري تعاني من تذبدو كبير جدا في الأسعار خاصة في اختلاف المواسم وبالتالي هناك كثير من المستثمرين في الشقق المفروشة بدأت يخرجوا من الاستثمار في الشقق المفروشة بسبب التذبدو بالسعر الكبير جدا وهناك أيضا اشترطات أعطنا مثل على هذا التذبدو؟ يعني عندك كثير من مواسم يعتبر السوق فيها ميت في بعض المواقع السياحية مثل مواسم الدراسة ومواسم الاختبارات يعني وسط الأسبوع يعني معظم الشقق السياحية تعمل إما في نهاية الأسبوع أو في مواسم الإجازات والتي يعني تعد أشهر فقط طول السنة وبالتالي كثير من خلينا نقول الاستثمار أو التكليف تحمل على هذه المواسم فبالتالي من المجحف اليوم لأننا أخذ قيمة الوحدة السكنية خلال شهر لأنه ما تدري أنت ستأخذها بأي شهر ستأخذها بشهر أو الموسم التعجير للشقق المفروشة أو ستأخذها في اللو سيزن إيه إحنا اليمنش قاعدين نصنف أن الشقق المفروشة فقط موجودة لأغراض سياحية يعني خلنتكلم أنه فقط موجودة لغرض الإيواء سواء سياحيا أو كان بغرض السكن حتى لو كان شخص في نفس المدينة بس السواد الأعظم هي موجهة إيه ليش التفريق هذا يعني مثلا الخبر عساس أنه زملاء في الوطن عملوا مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال استطلاع وبكل تأكيد الآن يمكنك أيضا أدرج الموقع اللي أخذوا منه هذه الأسعار وأخذوا الموقع المتعلق بمتوسط الدخل وجدوا أنه تتراوح طبعا في المدن الحضارية الكبرى أو الولايات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية الشقق المفروشة بين 7,710 دولار في الشهر الواحد إلى 2,640 دولار وهذا أقل بكثير من متوسط الدخل الأسرة في هذه المناطق يعني نتحدث أنه يتحدثون عن متوسط الدخل بـ 22,000 دولار تقريبا نرى الفارق الكبير ممتاز يعني لو عملنا مقارنة ونحن نتحدث عن ولاية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أيضا هي ولاية سياحية وهناك دخول سياحي فبالتالي السعر هذا اللي بأخذه بـ 710 دولار ما رح يسأني يقول لي أنت سايح ولا أنت ساكن هدفع القيمة لش نحن ما عندنا سوق محترفة يعني لو نتحدث عن الضغط وهناك ربما يكون ضغط فيما يتعلق بالإيواء أيضا بالسياحة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية عن المملكة العربية السعودية إذا ما رجعنا إلى الواقع الاقتصادي فيما يتعلق بالعرض والطلب شوف أنا باعتقادي أن المقارنة ما هي صحيحة لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك ثقافة لاستعجار الوحدات السكنية المفروشة لإيجارة ما يسمى طويل المدى يعني يأخذها مدة سنة سنتين كاملة وهذا عندهم قبول شعبي فتجد أن الوحدات السكنية المفروشة 80%-90% منها تؤجر على ما يسمى اللونغ ستي أو الإقامة الطويلة بينما في المملكة العربية السعودية لا يختلف 90% من حجم يعني مقلوبة 90% من حجم الوحدات السكنية المفروشة يعني المعروضة للإيجار تكون بشكل يومي نعم وهناك أيضا تأثر كبير جدا مع المواسم وخارج المواسم هناك يعني ثقافة مختلفة حتى في عملية لأنه اللونغ ستي أو تأجير طويل المدى يوفر على المشغل الوحدات السكنية المفروشة تنظيفها الدائم لأنه عملية خروج ودخول مستأجرين جدد يكلف المشغل يحتاج إلى عمالة أكثر يحتاج إلى إهلاك أو يأخذ بعين على تبار الإهلاك والصيانة وإلى آخره بشكل أكثر فأعتقد أنه المقارنة ليست صحيحة خاصة للذين يعني درسوا في الولايات المتحدة الأمريكية أو سكنوا فيعلمون أن الوحدات السكنية المفروشة في الولايات المتحدة الأمريكية مخصصة للإقامة الدائمة وبالتالي لا أعتقد أنه المقارنة صحيحة طيب اليوم خلينا سيد خالد نتكلم عن بعض الوحدات وهي بشكل محدود موجودة وهي مفروشة تريد أن تتأجر ربما تظلع ترى أغلى من سعر فلا ما هي مفروشة طبعا لأنك تأخذ عن الاعتبار الخدمات تحدث عن اللي محددة لزمن طويل لا لزمن طويل لا ما حتكون لأن أول شيء طبعا لازم تأخذ بالاعتبار موضوع الفرش نوعية الفرش جودة الفرش لازم تأخذ بالاعتبار الخدمات الفسلتز الموجودة ما هي موجودة في الفلة التقليدية الأمر الثاني عملية أنه الإهلاك حق الشقق المفروشة أنت حتقعد فيها سنة سنتين ثلاثة وليحق لك أنك أنت تغيرها بعد سنة سنتين ثلاثة وبالتالي المشغل سيضطر لتأجيرها إما لعادة صيانتها من جديد أو الإهلاك اللي صار في الفرش أو أنه يعيد الفرش مرة ثانية وبالتالي مكلفة عليه تكلفة إضافية وليش مكلفة في التجارب الخارجية اللي أنت ذكرت أن هناك تغير ثقافي ربما هناك اعتماد على عكس هنا على الوحدات المفروشة لكن إذا وفرت ليش يتجي مبالغ فيها من ناحية السعر طب ليش ما عنده مهلاك في الخارج فيما يتعلق بالوحدات المفروشة ونلقى سعارها متقاربة لمتوسط الدخل وقد تكون أقل أيضا من وجود داخل المملكة العربية السعودية يعني أنا أنا أحاول أنه أخذ وجهة ناظرك حتى أنه أبحث هل فعلا السوق طبيعية كما تتحدث أنه فقط الإقبال فقط أو النمط الاجتماعي والمؤثر فيها أو لا هناك تشوهات فيما يتعلق بالسوق وبالتالي لا يوجد خيار أصلا للمستهلك شوف دعنا نتكلم بالأرقام اليوم إذا أجرنا مدة سنة كاملة فبالتالي عندنا نسبة الإشغال تكون 100% يعني 12 يعني 365 يوم في السنة نعم لكن إذا تكلمنا عن وحدات سكنية موجهة إلى الإيجار اليومي فبالتالي يجب أن نعرف أنه سيكون معدل دوران المستأجرين لهذه الوحدات السكنية وهذه المفروشات التي سيستخدمها حوالي أكثر من 30 أو 40 عائلة خلال السنة فتخيل تغير هذه العائلات على نفس الفرش هذا سيهلكه بشكل سريع أسرع من أن تكون عائلة واحدة طول السنة خلالي نتكلم على عائلة واحدة كثير من الشيق المفروشة أقدر أستجرها يوم وأقدر أستجرها شهر طبعا سعر اليوم غير سعر الشهر غير سعر السنة بس ما تفرق كثير صدقني لأنه تفرق كثير تفرق إحنا سوينا دراسة سريعة فرقت تقريبا 50% أعطيني متوسط في الرياض لو أأخذ في منطقة متوسطة أيضا في الرياض شق المفروشة مدة شهر كم ممكن تكون متوسط الأسعار طبعا إذا تكلمنا شهر عندنا مشكلة برضو تبقى هي موضوع الإشغال أو الإشغار لأنه أنت عندك 360 يوم في السنة إذا أنت تتكلم 12 شهر أنا الشباب الآن يبحثون ويمكن لو سوينا أيضا بحث على الانترنت يمكن استخدمنا الهاتف المحمول الشباب لم يقصر وقاموا بهذا الدور لقوا شقة هنا قريب من التلفزيون في المعدر بسبب علاوة في الشخر تعتقد المراقب المنطقة في السنة بكام تتكلم 4-8 طبعا شقة مفروشة في المعدر طبعا دائما عن طريق التلفون غير ما يكون في مفاوضات مباشرة طبعا مثل ما قلتك أنه موضوع الشهري برضو تقعد في مشكلة أنه بعد 12 فهو حيحمل الفترات الفاضية هذه على هذه الفترة اللي هي الهي سيزن اللي أجرها بينما في أمريكا هو ما أجرها سنة كاملة فبالتالي ما عنده مشكلة في عمليات الشواغر لا بصحيانا بالشهر موجودة مثلا في الولايات لا أنا أؤكد لك يعني اللي بسبعة ألاف هذه يعني إذا تكلمنا على السنة تتعرف السعر ما أقول لا لا هو طبعا السعر إذا كانت شهريا ومفروشة وعليهم النظافة يعني فيه عمالة تنظف لك البيت هو يتختلف ترى أنت الفسالة تزازم أو خلينا نقول المرافق الموجودة الخدمات الموجودة لا لا شيء قل ونحن ما نتكلم عن الفنادق خمسة نجومة أو الأربع نجومة لا حتى الفنادق اليوم حتى الشيء الفنادق تقدم لك خدمات مضاعفة ونقدر نعرف أنه هدف استثمار وهدف يعني لا يتعلق فقط عن المسكن إنما جودة المسكن والخدمات الأخرى أن تدفع قيمتها لكن نتحدث عن يعني أماكن للإيواء فقط لا لا هو شوف الشرق المفروشة عليهم اشتراطات من الهيئة للسياحة نعم لازم يوفرون ملايات كل مثلا يومين لازم يوفرون يعني مثلا اللي هي مناشف وهذه طبعا كلها مكلفة على الإدارة كأوبريشن طبعا هذا حيكون معها يعني يترتب عليها وجود عمالة هذه العمالة يجب أن تحمل على قيمة الوحدة السكنية سيما أنا أرجع أقولك أنه الوحدة السكنية هذه أنت استعجرتها شهر بس أنت عندك 11 شهر متبقية في السنة أنت بين أنك ممكن تعجرها وممكن لا وممكن يصير عليها تيرنوفر عالي جدا يعني يصير نفس الوحدة السكنية هذه يتعاقب عليها مثلا 13-14 عائلة خلال السنة هذه وبالتالي الإهلاك حق الفرش فيها حيزيد أكثر من غيره فهي تأخذ بهذا يعني هناك كوتا معينة أنا أؤكد لك أنه الوحدات السكنية موجودة في أمريكا اليوم لو أجينا اليوم وفوضناهم على إيجار يومي حيختلف الكلام تماما وإذا جينا حتى فوضناهم على إيجار يومي مع خدمات الروم سيرفز أو ما يسمى خدمات الغرفة التنظيف وتغيير الملايات حيختلف السعر أيضا بشكل يعني كبير جدا فلا ننسى أنه الأيدي العاملة بس ما يوصل كل هذه التكلفة وأنه قيمة الإيجار لو ضربناه في 12 مع أنك نذكرت أنه ربما تكون مقاربة خانطة نحن 20 ألف يعني أنه يصل إلى 50 أمو 160 ألف ونتحدث شqل مفروزة حتى طبعا ليست كشقا المؤجرة غير مفروشة لأن تكون أحجام الأصغر حتى حيانيا قد يكون كما إحتوى التقرير حيانا قد تكون غرفة واحدة ونتحدث عن سعر مرتفع يعني أنت متى ترى الأنسوق طبيعي الأنسد خالد؟ أنا أرى الأنساب طبيعي لأنه لو ما هي طبيعية كان لقينا فيه تفرق كبيرة جداً في استثمار الشقاق المفروشة اليوم نحن نرى أنه استثمار الشقاق المفروشة مهو قاعد يعني يحصد هذه النتائج الكبيرة سيما أنه كثير من الشركات لماذا لا تقول أستاذ خالد أنه ما فيه يمكن وعي تجاري أنه استهدف الأفراد فقط أكتفي بالمواسط لا فيه شركات اليوم لستت في السوق السعودي ولديها استثمارات في الشقق المفروشة والقوام مالية متاحة فلم نجد هذه الأرباح الكبيرة جدا فيها فلا أعتقد أن الاستثمار في الشقق المفروشة بهذا الربح أو هذا العائد هو فيها عائد ولكن ليس بهذا الحجم ليش ليس بهذا الحجم لأن مثل ما قلت لك أنا تكاليف الإدارة وهناك أيضا فترات الإشغال الشواغر لو أخذتها بعين الاعتبار أنت الوحدة السكنية اللي نفرض أنك أنت ما قدها مثلا عليك هي مفروشة بـ 30 ألف ريال تقريبا كشقة أو 40 ألف لهي سعر الشقة التقليدية وجيت فرشتها كلفتك حوالي 30 أو 40 ألف ريال فرش هذا الفرش سيخدمك سنتين فقط الفرش هذا طال أمرك أو الوحدة السكنية هذه ستعجرها 365 يوم في السنة لا تحتجرها طبعا كاملة أكيد أنك ستعجر مثلا نقول مثلا نصها يعني 150 يوم في السنة 150 يوم هذه كم عائلة ستتعاقب عليها وبالتالي الإهلاك عالي جدا أيضا عملية تنظيفها كلما خرجت عائلة دخلت عائلة أخرى أنت واجباتك أنك تنظف هذه وتغير الملايات أنا فاهم النقاط هذه السنة الخارج بس ليش؟ يعني قول آخر أنه تنجح في التجارب الغربية تنجح حتى قريبا في بعض دول خليج أحيانا لا أنا في أمريكا سكن في شقة مفروشة ما يعطونك أي خدمات أخرى حتى الفرش ما يخدمك بس أسعار على الأقل تلقاها متوازية حتى لو طبعا إذا والله استجرت لك شقة مفروشة أنا استجرت شهري واستجرت سنوي في أمريكا وشفت الفرق صراحة ترى السنة الخارج للخدمات هنا ترى فرق كبير جدا يعني لو رحت استجرتك شقة المفروشة ترى الخدمات مشابهة يعني ربما تحصل الخدمات أيضا أي خدمة قد يكون عليها رسوم مقابلة يعني ما نحن ما نتحدث عن الفنادق لكن الحديث أنه الثقافة الاجتماعية وفعلا ما في إقبال على الشقة المفروشة ربما تكون من الطرفين سواء من المستثمر أو حتى من المستهلك أنها قد تكون غائبة لذلك لا نجد سوق محترفة بما تعلق بالشقة المفروشة هذا ربما يكون من الأسباب طبعا لأنه 90% هي موجهة للاستثمار أو للمستهلك السياحي لغرض الإيواء السياحي والإيواء السياحي مثل ما قلت لك هو إيجار يومي يعني إذا أخذناه بالمتوسط سيأخذ له أربع أيام خمس أيام الوحدة السكنية فما هيخذها شهر ما هيخذها شهرين أو سنة كيف نجعل الشقة المفروشة من روافد الأسكان بشكل عام لا تكون مقتصرة فقط على المفهوم السياحي شوف أنا أعتقد أن الشقة المفروشة أنا ما أعتبرها من مشاكل بزارة الإسكان أو الإسكان لأنها ليست من الضروريات أو أساسيات الحياة للمواطن هي من الكماليات والترفيه فبالتالي أعتقد أنه يكون موظف اليوم حتى لو كان مثلا إيجارها الشهري أكثر من دخله السنوي أو أكثر عفو من دخله الشهري أمر طبيعي لأنه ما هيخذها طول الشهر هو بيروح عائلته مثلا ثلاث أيام أو أربع أيام خمس أيام بالكثير اللي هي فترة الإجازة فترة العياد ستكون أكيد أنه سيستخدم هذه الوحدة السكنية ثلاث أيام أو أربع أيام أكيد أنه سيدفع أكثر من سعر الإيجار التقليدي لكنها في النهاية سيأخذها ثلاث أيام أو أربع أيام في الخدمات التي سيأخذها في ثلاث أيام أو أربع أيام أنا باعتقاد الشخصي أنها أفضل له كثير من أنه يستأجرها أطول أو يأخذها بوحدة السكنية بشكل دائم شكرا جزيلا دائما لحضورك لحديثك شربتنا الخبير العقاري الأستاذ خالد المبيض أهلا سهلا فيكم ومشاهدين كرام يضي كل ترجمة نانسي قنقر في مبادرة رائعة زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مواطنا يعمل موظف كاشير بأحد المطاعم منذ ثلاث سنوات في مقر عمله بالمطعم حيث أبارك الراجحي للشاب عبدالإله الخضير بمناسبة ترقيته مشيدا بحرصه على العمل برغم الإعاقة التي يعاني منها وبالرغم من أنه ما زال يكمل دراسته وأطلق الراجحي على الموظف لقب المحاسب العصامي ودع الشباب للاقتداء به خلونا نشوف فيديو عن هذه الزيارة ونرجع نتحدث مع البطل عبدالإله شكرا للمشاهدة فأولا تدرس في الجامعة وتلقيت بالعمل وانضباط فأهنيك الصراحة والله أهنيك وحنا فقورين فيك وأتمنى أن الشباب يقتدون بعملك الصراحة أهنيك الله يواصل وأشكر الحقيقة شركة هيرفي صراحة ما قصة وحقيقة فعلا اهتمامهم فيك واهتمامهم بالشباب وترقيتك بالعمل وهي شركة متفوقة بالتوظيم فأهنيكم صراحة وشكرا نا بس جيت فقط أسلم عليك الله يرضى عليك يبريك سعيد والله شوف الله يزالك بخير كلنا والله سعيدين بعبدالإله ينضم إلي المحاسب العصامي عبدالإله الخضير رحيك الله يسمي الله يحيييVE شلونك عبدالإله أمس كان مقطعك هو المتصدر في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا فرحنا وكلنا فخورين بهذا العمل العصامي اللي تقوم بها عدد من الأمور تواجهك عدد من التحديات إلى أنك تفرض نفسك في البداية نريد أن نتعرف عليك شخصياً عبدالله عرفنا عليك الآن أنت تدرس عرفنا على تجربتك حتى العملية خلنا نتعرف عليك إنسانياً أولاً قبل ما نتكلم عن هذه الزيارة اسمي عبدالله خبر أنعم وأكرم كم عمرك؟ عمر الثاني وعشرين العمر كله يا عبدالله أتسرم عبدالله حين أنت طالب جامعة نعم والعمل خلينا نتكلم عن الجامعة والعمل متى بديت قبل ثلاث سنوات كنت في الجامعة أو لم تدخلت الجامعة؟ تخلج الجامعة يعني بداية يوم نتخلج من مرحلة ثانوية بداية العمل ومحن مع الجامعة يعني أول قرار اتخذت بعد الثانوي جامعة وأشتغل مع الجامعة كيف جامعك القرار هذا؟ هم القرارة لدان ببداية أن عدونا جورة في ثانوي جريا ماما وهي سردة هرفي ممتاز ممتاز وبعدها التحقت في جامعة جمرت سعود ممتاز ممتاز مستوى رابع الآن أنت مستوى رابع الله يوفقك آمين والبداية أول وظيفة لك في هرفي وش كان مسمى الوظيفة؟ تاقم خدمة مدة ثلاثة سهول ثاني يسرف عليه الأستاذ المدير المباصر الأستاذ نايف بعد هذا اللبني على التأسير ممتاز ممتاز وكملت كاشير ممتاز حتى الترقية الأخيرة أي شيء ترقية الأخيرة؟ تأسير اللي هي أنك تكون محاسب كاشير عظيم عبد ريلا نعرف أن الإعاقة عمرها ما تعيق شخص أبداً والكل في جانب يعني قصور ونقص كل الشخصيات كل شخص عنده جانب طبعاً بكل تأكيد ما هو مكتمل ما في إنسان كامل كامل وجه الله عز وجل اليوم أنت رغم الإعاقة تحدي الإعاقة تكافح فيما يتعلق بالتعليم أيضاً تكافح بالعمل عمرك ما فكرت أن الإعاقة عائق أبداً أبداً قلعت ما فتل دنيانا معاق أبداً أبداً نهائياً أنا ما شايف أي عاقة والله يعني عاقة لا تظهر بكل تأكيد كلنا في جوانب نقص تقول للناس أي شيء عاقتك سعوب النطق بس أيوب النطق بس الله يوفقك يا عبدالله يعني بكل تأكيد طيب دخول الوزير عليك كانت مفاجأة نعم وشتون تفاجأت يعني خلينا نتحدث أنه أي وقت في ساعة دوامك وشعرت أول ما دخل عليك تقريباً دخل علي أربعة ونص بعد دوام من الساعة نهام بداية الدوام حلو في البداية استنصت وحا يعني وزير يجي يسلم علي أكيد ولكلمات أدر واحد أدمنها مو بس عبدالله طبعاً إيش الكلمات اللي قالها لك أه أحفلنا علي وسترني وعداني جلمات يعني أفتخر فيها أنا عظيم وشلون درى الوزير عنك عبدالله ودرى عن الجحات اللي قاعدة تصير لك سمعت بهرفي الحمد لله زينة سمعت بالفلع نفسها يعني مع الزباين بسد العام يعني ما عمل الفاعدة تعتها على زبون معنى يقولون أصعب شيء مقابلة العملاء سمعت هذا الشيء صدق هو أصعب شيء طب كيف الواحد يقدر يعني يتجاوزها الصعوبة بس بس هذا السر وبالثقة بس خليك وثق وابتسم مهما كان الزبون عصب أخلاقها مبحلوة بتلقي سر بتخلي ستانس يا أخي عظيم ممتاز يعني هذه نصيحة عظيمة يقول تأكيد توجه لأي واحد يقول لك صعب أنه والله تقابل جمهور أبدا ممتاز ابتسم وتوجد على الله فبالتالي صارت محبة الزباين لك اللي خلت الإدارة تكافأك يعني نعم وعسرت بك قاعد يقفز وقاعد تطور ماليا وتتحسن ممتاز وسيرت تعديني تأمين دبي ممتاز وسيرت تعديني بدلات سجن وبدل المواصلات أها وأيضا سيرت تهل في يعني تعديني بفجرة اختبالات إجازة ممتاز يعني مراعين الجوانب العلمية مراعين جوانب العلمية وأسجرهم السلاحة طح نحن نوجه لهم تحية بكل تأكيد يعني أنت مرتاح في الوظيفة أبدا مرتاح هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا يا عبد الله يعني لما يكون في شخص مكافح ويتقدر جهة عمله تقدر كفاحة وعصامة وأيضا أداء رائع مع الزبائن بكل تأكيد أنه نحن نحب أن تكون مثل هالوظائف موجودة والنوعية يمكن شهادة الوزير ومتابعته أيضا نشكر عليها ويش تريد تقول للوزير المهندس أحمد الله أستله بسراحة ومثير رجينا عند حسن ظن يعني حنا أيضا نشكر أكيد يا عبد الله يعني جيد أن يتابع أبناء الموظفين في كل مكان أخوانا الموظفين يكون قريب منهم بكل تأكيد في حال الإنجاز أنت أيضا ذكر الوزير أنك مثال لكل شاب سعودي ودعى الشباب أيضا أنهم يقتدون بك كنت أكيد نحن نوجه الدعوة هذه ونقتديه بك والله يا عبد الله أمانة أنت شو تقول للشباب أحسن لهم استغلوا استغلوا مبعد أبدا أبدا ولا عمرك تضايق أبدا خليك واثق من نفسك في الثقة وما تقول لهم في الثقة أنت قبل شكلتها ابتسامة والثقة الثقة مهمة يعني في كثير من الشباب يخاف من العمل ما عنده الثقة وما تقول له أبدا لا أعلم من أحدهم سيستغل ابتسموا واستغلوا نساء راني الله يوفقك الله يوفقك طيح خلينا نروح للوظيفة أكيد أن هناك تحديات عبد الله في الوظيفة صح؟ صح بلا شك أنه ما في شيء سهل صح وش أصعب المواقف اللي مرت على أكثر فيه في البداية وش كان أعطنا مواقف يعني أول يوم أول يوم أول يوم أول يوم أول يوم أشنون خفت كان فيك الخوف خفين الخوف أه إن أنت أول مرة قابل دمه إيه صح يعني من أول تنت يعني تنت أدل فرع هذا بس تنتزبون مو دم وظف طبعا والحين دايهم دم وظف يعني أنا أبقابل للزبائن وأنا أبقاء صح خفتت وي والحمد لله يعني الأستاذ نايف والأستاذ والإدارة والموجودين معي بالفل أيضا السعودين يعطوك الثقة يعطوني الثقة وحدة يعني يعني دميع العمال يعني بسراحة خلوك تتجاوزها خلونا نتجاوزها بفجلة وديزة والجمهور كيف تعامل معك يحفزونك يعني خصوص أنك أنت تتعامل معهم بشكل رائع فبالتالي أنا أنا شخصيا عبدالله لما أروح أي مكان ما أطعام ولا أروح أي منفذ بيع وألقي الشخص الذي دائمه مبتسم يقدم لي الخدمة رائعة والله دائما أقول له شكرا شكرا لجمال عملك وأنت تقدم لي هالخدمة يحفزونك يقولون لك زيه ولا لا اللي يقولوني زيه يجو ومس بعد تالي واحد أنت أنت يعني أستانس إذا أنت أنت موت عظيم فجلت العمل عبدالله مستقبلا أكيد أنك تفكر في المستقبل وأن تشوف نفسك قدام نسأل في منصب إن شاء الله يعني العصمية اللي في شخصيتك ما رح توقف ستستمر يعني هذه أعظم رسالة إن شاء الله أن نتوجه للجميع أنه دائما ثق في نفسك وقدم عملك وستنجح ما في حد خالي على ما قلنا الأهم منك لا تتوقف هذا هو المهم صح كلمة أخيرة خليها لك ستنا لهم ووصل الدعم الأول والأخير لهم أهلي أنهم يعني دعموني من البداية لأنها أسجل المدلسين لفليب الزاي والمدوسط والثنوي أسجل سريدة هرفي وعلى الأسهم الأستاذ سعود التهامي والأستاذ سلمان العزاز والمدير الأستاذ نايف على ديلة تفدلت عاملي معهم أنهم يعني مستوحيني ومهدمين فيهم ومدعاونين معي عظيم يعني أكيد أنه أحنا بأرض ونقدم الشيء لو عطناك عرض لو عطاك عرض في مطعم ثاني تروح لهم أو لا بتقعد في مطعم مرة الولاء يعني عظيمة هالقيمة يا عبدالله نقول السر اللي كنا نقوله قبل الهواء لأستاذ المشاهدين ولا لا أي سر حق اسم عبدالله أبدا احنا أي واحد اسمه عبدالله يفرح إذا شاف واحد اسمه عبدالله صح ولا صحيح يمكننا لندرس الأسم صح صحيح يا حبيبي عبدالله شرفتنا في الهواء ومانة احنا نفخار بك ودائما وأبدا أنه لازم نستفيد من أي شخص عصامي أي شخص يتحدى أي تحدي يواجه أي شخص ينجح نشكر مبادرة الوزير يعني اللي يزار كنتمنى بإذن الله تكرر هالمبادرات حتى بإذن الله يكون هناك تعزيز لمثل هالأمثلة أنت مثال جيد ورائع عساس أنه الجميع يتحفز الجميع يشتغل أي شغل ولا ما فيه أي شغل عيب بالعكس كل الشغل رائع ومثلما ذكرت أنت وظيفتك يعني رائعة وأيضا حتى البيئة الوظيفية اللي دعمتك بشكل كبير حتى بالنسبة لأي شخص من أصحاب الهمم أنه لا يقول أنه هناك يعاقة قد تعيقني وبيجلس لها لازم يعقل رسالتك لهم رسالتك لهم عبدالله أصحاب الهمم أي لا تخلوني لعاقة سبب أنك تخلي تترسي بلد تكفي هذه الرسالة التامع تقبل والوظيف تقبل بكل تأكيد شكرا جزيلا لك العفو الشاب المحاسب العصامي عبدالله الخضائري شكرا عبدالله العفو الشكر الأكبر والأعظم دائما وأبدا لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية مشاهدي الراصد الموعد يتجدد غدا الله أحفظكم في مان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة